النجف في خطر كبير بسبب انتشار المخدرات هذا ما يتداوله سكان المحافظة في حديثهم لوسائل الإعلام بعد أن تفاقمت ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وباتت تطرق كل باب لتستدرج الشباب اليافعة إلى طريق نهايته الدمار المحتوم ومثل العديد من محافظات وسط وجنوبي العراق بات انتشار المخدرات في محافظة النجف يثير استياء السكان وقال عدد منهم إن جهات سياسية مدعومة بقوى مسلحة تتعاون مع كبار تجار المخدرات بل وتوفر الحماية لهم ويعضد هذا الحديث تقارير رسمية أكدت تورط مسؤولين حكوميين بقضية إغراق البلاد بالمخدرات حيث يأتي من إيران القسم الأكبر منها النجف جاي تعاني من هذا القضية يعني قضية المخدرات بدأت تتفاقد قضية المخدرات بدأت تأخذ أكثر من حي الطبيعة قضية المخدرات بأنه تابعة إلى المتنفذين قضية المخدرات مسنودة من النواب وغير النواب وغير الأشكال نحن نحتاج إلى رؤية شاملة لمعالجة هذا الموضوع النجف في خطر الجهات التي تتسكر إن صح التعبير على هكذا ممارسة تعتبر خطيرة جدا على مجتمع نجفي وعلى المجتمع العراقي عامة هي جهات سياسية متمرسة في الدولة لها الثقل الكبير بحيث الآن ننظر في حال لو تم إلقاء القبض على تاجر المخدرات أو المتعاطي نرى بسهولة تامة يتم الإفراج عنه بدون رادع قانوني قوي وبما أن تجار المخدرات كبارهم وصغارهم مدعومون من قبل مسؤولين متنفذين وتحميهم مافيات مسلحة فإن كبح انتشار المخدرات ومحاسبة المتورطين بالترويج لها أمر صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا الذي يتعاطي المخدرات أو الذي يتاجر بالمخدرات عقوبته قليلة نحتاج إلى أكثر استحداث أو أكثر تعديل للقانون المخدرات لجعل عقوبة المتاجر المخدرات هي عقوبة الاعدام أو عقوبة تصل إلى المؤبت إلا أن ظاهرة المخدرات ظاهرة غير مسيطرة عليها وغير مراقبة من قبل الجميع يحتاج إلى تكاتف الجميع وعدم دخول هذه المواد والسيطرة على هذا الموضوع هكذا هو الحال في شوارع النجف مواجهات مسلحة شبه يومية مع ما في المخدرات التي أصبحت كابوسا يهدد المجتمع ترجمة نانسي قنقر